بص زي ما انت بتتكلم كده وإحنا كلنا عارفين من فصلنا 24 ساعة حديدا خلاص ساعة قبل المطش وأكيد احنا عايزين برضو هنرجع نقول تاني ولما بنقول ده على فكرة بيبقى ليه مفعول عايزين جروع التفاؤل تاني من الجماهير أكيد يعني معطيات المباراة ممكن ان هي هتفرد علينا شوية حاجات بس احنا ممكن برضو يعني نكون أو تكون في حاجات خارج الحسابات بقى عايزين كل مباراة كده ونقول ان هي لها ظروفها المناسبة يا كريم خلينا نختار المصطلح ده يعني منتخب مصر خلاص في اخر يعني اربع او خمس سنين برضو لو هنرجع شوية هو مخسرش في افريقيا او حتى امام اي فريق افريقي يعني اكتر من هدف واحد يعني تاني بعد خسارة روسيا طبعا في المعنضيال 3 واحد مخسرش غير من جنوب افريقيا واحد سفحنا بنتكلم هنا بلغة الارقام في دور هنا الستاشر من بطولة افريقيا ده كان عام 2019 اللي لعبناها بعد كده او لعبناها في مصر وخسرنا بعدها كمان بسنتين في كاس افريقيا امام نايجيريا برضو كان واحد سفر عشان كده على كل حال بنقول ان الخوف الموجود عند الجمهور المصري من تسجيل السنغال يعني اكتر من هدف انا شايفة ان هو مش هيحصل بازن الله خلينا نحفز بس على التفائل ودينا اتكلمنا عن لغة الارقام زي ما حضراتكم شفته ده التاريخ الخاص بنا او بمنتخب مصر فبردو يعتبر او بلغة الارقام يا كريم مش وحش يعني مش وحش ابدا هذا المعدل فنتفائل وزي ما بنقول برضو مفيش حاجة مضمونة في كورة القدم وكل مباراة لها ظروفها فعلا دي حقيقة وكلام ده تم اثباته على الارض فان شاء الله خير على كل حال احنا نتكلم في كل التفاصيل دي طبعا يعني من خلال اليومين اللي فاضلين او يعني طبعا تحليلنا كمان للمباراة فان شاء الله خير انا متفائل المرادي بص المرة اللي فاتت انا كنت مقلقة شوية انا معرفش لي عندي تفاول المرادي وده على فكرة اكتساب من المنتخب نفسه يعني اللي بيديك الثقة هو المنتخب بتاعك هو الفريق بتاعك انت بتبقى عندك تخوفات لان انت بتبقى شايف منظور معين او بتبص على الخصم زي السنغال طبعا منتخب تقيل جدا وحنقعد نقول الكلام ده حنقرر ونعيده لنفسنا بس لما ارتحنا شوية في الذهاب اددنا يبع عندنا ثقة اللي اددنا ثقة دي مين اكيد الجاهز الفني واكيد اللعيبة فعشان كده انا بقول انا من الناس سعلى للمتفائلة ربنا ان شاء الله ما اعديها على خير